بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت والنهاردة السبت الأول من الشهر وعكس الاعتياد خصصنا هذه الحلقة والحلقة الجاية إن شاء الله لأسئلة حضراتكم وده علشان إحنا استلفنا كده حلقة الأسئلة الشهر اللي فات لإن إحنا كنا بنكمل ملف أو موضوع مهم جدا وهو نوبات المزاج العصبية عند الأطفال ونوهنا في هذه الحلقات وقلنا إن إحنا الحلقة دي والحلقة اللي جاية إن شاء الله هنخصصهم بالكامل لأسئلة حضراتكم هنبدأ على طوله على فكرة أنا بحب جدا حلقة الأسئلة أولا لإن أنا بعرف حضراتكم بتحبوا تعرفوا عن إيه وإيه الموضوعات اللي نتكلم فيها وسانيا علشان يعني بتدينا فرصة إن إحنا نتكلم في أكتر من موضوع هنبدأ فورا بالسؤال الأول يا دكتور لو سمحت بنتي عندها شهر ونص بترضع طبيعي شهر ونص بترضع طبيعي وكانت بتسرخ طول الليل كشفت في الصحة وقالوا طبعا شكرا إنك كشفتي على طول لإنه دي فيه ناس كتير يبتدوا إيه في السن الصغير يقولوا إيه ما والأطفال كلها بتعيط إنما ده وعي كويس قوي من حضرتك إن حضرتك روحتي كشفتي نرجع للسؤال كشفت في الصحة وقالوا اللبن قليل ودوني لبن وأول مبارح قدتها رضعة بالليل فضلت تطلع غازات بس ما عملتش ستول اللي هو البوراز يعني غير تاني يوم بالليل لما خدت رضعة تانية والنهار ده نفس النظام إيه الحل يا دكتور لو سمحت هي طول النهار بتطلع غازات وبتعيط جامد جدا أو بتعيط جامد يا طيب مبدئيا كده ألف سلامة على بنت حضرتك هنقول بس معلومة في الأول مهمة لإنه بنترجم الكلمة اللي تقالت لك فيه الصحة لما قالوا لك إنه اللبن قليل أو إن اللبن مش مكاف فيها الزيادة الأسبوعية يا جماعة عند الأطفال بتتحسب بطريقة محددة أو الزيادة في الوزن يعني ما بتبقاش كده يعني عشوائية الزيادة الأسبوعية في أول ثلاث شهور من عمر الطفل زيادة الأسبوعية بتكون 200 جرام وتحديدا يعني إذا أردتوا الدقة 198 جرام يبقى المفروض الطفل اللي عنده شهر ونص وإحنا اتفقنا قبل كده في حلقات سابقة قلتلكوا إن إحنا الشهر عندنا في الطب بتحسب بالأسبوع فالشهر أربع أسابيع كل الشهور عندنا أربع أسابيع فيبقى لما الطفل المفروض يكتسب 200 جرام في الأسبوع يبقى فاربع أسابيع المفروض يكتسب كام 200 فاربعة 800 جرام نص شهر يبقى كام 200 و 200 يبقى ربع مية يعني المفروض إن إحنا بنضيف 1200 جرام يعني كيلو و 200 جرام على وزن الولادة دي طريقة عشان حضراتكم تحسبوا بيها يعني كل الناس اللي عندهم أطفال في أول ثلاث شهور احسبوها بالطريقة دي بنحط وزن الولادة بنحط بعد كده الأسبوع بـ 200 جرام عشان نعرف الوزن المثالي وبالتالي نعرف بقى ابننا أو بنتنا وزنهم قد إيه من الوزن المثالي هل هم أكتر ولا أقل ولو أقل أقل بقد إيه وهكذا يبقى دي أول معلومة بس حبيت إن أنا أقولها لحضراتكم وقولها طبعا لصاحبة السؤال تاني معلومة إنه من أسباب الغازات يعني إن الطفل لما يبقى عنده غازات كتير الرضاعة الخاطئة يعني إيه بقى الرضاعة الخاطئة دي حاجة مهمة قوي أحيانا الأمهات وهي بتردع الطفل طبعا الأمهات ممكن يكونوا معزورين لأن دي بتبقى كتير من الأمهات بيبقى دي أول تجربة بالنسبة له فالطفل بيتعلم الرضاعة والأم بتتعلم إزاي تردع طفلها سواء ابنها أو بنتها أهم درس في الرضاعة السليمة إن الطفل يكون بيرضع يعني حلمة الثدي تكون في منتصف الفم ما تكونش في أحد الجوانب شايفين أنا بحط إصباعي فين كده لو الطفل بيرضع كده حلمة الثدي موجودة في اليمين أو الشمال مش في النص هيرضع هوا فرضاعة الهوا دي مع رضاعة بقى اللبن سواء اللبن الطبيعي أو اللبن الصناعي بيدخل الهوا ده فده بيعمل غازات يبقى احنا لازم نراعي الحكاية دي كويس قوي في حاجات تانية ممكن تعمل غازات أو ممكن تعمل ألم طبعا للطفل وعلى فكرة الغازات أو الألم بيكونوا ملحوظين ممكن إن الطفل ما يعملش غازات بس يبقى بيتألم وبيعيط يعني هقول لكم دي بعد شوية صغارين قوي لكن في أسباب تانية ممكن تخلي الطفل يبقى عنده غازات على فكرة أو يبقى عنده مغص غير إنه هو يكون يعني بيرضع غلط ممكن أطفال بترضع صح إيه هي؟ أكل الأم لو الأم بترضع طبيعي الأكلات اللي هي فيها محتوى من الدهون كبير أو الأكلات اللي فيها توابل كتير وتحديدا التوم والبصل كل ما الأم كلت الحاجات دي كتير وهي بترضع رضع طبيعية ده يعمل مغص عند الطفل يبقى المفروض إن حضرتك في أكلك تكوني معتدلة جدا في التوابل وتحديدا في التوم والبصل ومتكليش حاجات لها محتويات دهون كتير الدهون مش بس موجودة في اللحوم أو الدهون موجودة مثلا في الكريمة موجودة حتى في الشوكولاتة يعني أي حاجة فيها دهون الجبن الجبن الكتير دي برضو وحشة لأن المحتوى بتاعة الدهون في الجبن بيبقى عالي قوي تمام لكن انتي قلت بقى نرجع للسؤال انتي قلت إنك رحتي الصحة وكشفوا وقالوا لك لازم ندي لبن صناعي بقى معنى كده إن هم لقوا إن وزن طفلتك مش محقق الوزن الطبيعي أو المثالي فقرروا إن هم يكتبوا لك نوع لبن صناعي تساعدي به ودي هنا في الحالة دي اسمها الرضاعة التكميلية بنكمل رضاعة حضرتك برضاعة صناعية تمام لكن إذا حصل تغيير في معدل مرات التبرز في مرات البراز يعني انتي لاحظت ملحوظة زكية وقلت هي ما عملتش اللتاني يوم بالليل لما خدت الرضعة ونفس الحكاية النهاردة إذا حصل تغير في معدل مرات البراز لازم تغيير نوع اللبن الصناعي لأن فيه ألبان بتعمل إمساك عند أطفال وألبان تانية ما تعمل يعني نفس النوع ما يعملش عند أطفال تانية عشان كده الألبان الصناعية أنواع موجودة في الأسواق أنواع في الصيدليات هتلاقى أنواع كتير ليه؟ علشان نراعي الحكاية دي فإذا لاحظتي أنه حصل تغير عن نمط الإخراج يعني لو بنتك مثلا كان بتعمل مرتين في اليوم أو بتعمل مرة في اليوم أو بتعمل ثلاث مرات في اليوم أي حاجة بقى أنت اللي تبقى مقررة أنت اللي عارفة إذا حصل تغير عن ده ده بيبقى مؤشر أن اللبن الصناعي ده لازم يتغير فأنت حضرتك إما أنك بترجعي للمكان اللي كشفتي فيه أو بتروحي لدكتور تاني وبتقول له أنا اللبن الصناعي اللي بنتي بتاخده بيسبب لها الإمساك فإحنا عايزين نغيره لأن الأنواع تغيير اللبن دي شغلانة الدكتور مش شغلانة حضرتك ولا شغلانة الصيدلية مع احترامي طبعا الشديد لكل الأطراف يعني تمام؟ في حاجة تانية بس تراعيها إنها بتسبب الإمساك مش إحنا قلنا خلي بالك من أكلك عشان الغازات طيب أنت ممكن وانت بتاكلي حاجات تعملي إمساك للطفل يبقى اللبن كويس وكل حاجة اللبن الصناعي ممتاز لكن أنت مثلا لو بتاخدي فيتامينات فيها حديد الحديد بيعمل إمساك أو بتاكلي أكلات كتيرة فيها حديد وانتوا بقى أكيد شطار دلوقتي من حلقات التغذية عارفين المصادر بقى الغنية بالحديد لو بتاكلي حاجات فيها حديد كتير ممكن ده يعمل إمساك لحضرتك وللطفلة يعني طالما أنها بترضع منك رضاعة طبيعية وبنكمل بس بالرضاعة الصناعية عايزة ألفت نظرك برضو إنه مش شرط الرضاعة الصناعية تكون آخر رضعة ده مش شرط أنت ممكن تنوعي على فكرة وده على فكرة لما بنغير معاد الرضعة ممكن يحصل تغير وتنتظم عملية الإخراج عند الطفلة فأنت جربتي إنك ترضعيها بالليل تبقى آخر رضعة طبما تجربي إنها تبقى في نص النهار أو في بداية اليوم يعني أنت حرة ما تربطيش الرضاعة الصناعية إنها تكون آخر رضعة تمام؟ عايز برضو أقول لحضراتكم بقى حاجة بمناسبة إنها بتقول صاحبة سؤال بتقول هي بتعيد جامد العياط أو البكاء له أسباب بناء على الأنواع هو العياط له أنواع؟ أه طبعا إحنا قلنا قبل كده فيه ثلاث أنواع رئيسية من العياط أو ثلاث أنواع أساسية من البكاء البكاء اللي هو العياط إيه هي؟ عندنا بكاء الجوع بكاء الغضب وبكاء الآلم طب بنميزهم إزاي عن بعض؟ طبعا أنا بقول لحضراتكم بس إنتوا بعد أسابيع قليلة وشهور قليلة وأي أم دلوقتي أو أسرة عندهم طفل هيعرفوا كلامي كويس ويقولولي آه إحنا بقينا شطار جدا بقينا نعرف من الصوت السبب العياط إيه؟ من الصوت ليه؟ بكاء الجوع ده أشهر طبعا نوع بيبقى مستمر ومتصل على طول وبياخد ثانية أو ثانيتين الطفل عمالي عياط يعني موجة العياط يعني النساء مع صوت العياط ياخد ثانية ثانيتين ويتكرر آه 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 شفتوا أنا بعمل إزاي؟ صوت آه عمالي يتكرر تمام؟ وطبعا بيختفي أو بيقل لما الطفل يرضع طيب هو فيه أنواع تانية أقولنا فيه نوعين فيه عياط اسمه عياط الغضب إن الطفل متدايق طفل الصغير ده متدايق طبعا الطفل بيتدايق من حاجات كتيرة قوي ممكن يتدايق بيعايز يتشال ممكن يتدايق مش عارف يرضع مش عارف يرضع بيبزي المجهود عشان يرضع ممكن يكون لبا حضيك قليل زي ما قالولك في الصحة فمش عارف يرضع ممكن يكون عايزي غير خلاص ممكن يكون متشال بطريقة غلط أسباب كتيرة قوي تخليه يغضب بكاء الغضب ده بنعرفه إزاي بقى حاجة مهمة جدا هو زي بكاء الجوع بس مميز عنه في حاجة مهمة قوي إن إحنا بنسمع الصوتين بنسمع نبرتين صوت في الموجة الواحدة من العياط يعني زي ما أنا هعمل كده آه 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 خلاص سمعته الصوت ده بنسمع صوتين مش صوت واحد تمام أما بكاء الألم فده بقى نوع لوحده خالص اللي هو عند حضرتك بقى ممكن يبقى فيه ميكس على فكرة أو خليط ما بين الأنواع كلها ممكن يبقى طفل جعان وغضبان ومتقلم فبتسمعي كل الحاجات مع بعض بتسمعي أوركسترا يعني سيمفونية بعد الشر طبعا على كل أطفال من العياط بكاء الألم بقى بنعرفه إزاي أعلى واحد في الصوت أكتر صوت عالي فيهم أعلى من صوت الجوع وأعلى من صوت بكاء الغضب تاني حاجة أنه طويل الموجة نفسها تلاقي أن الطفل بياخد فيها ويق punto ستة أو سبع ثواني آه آه وتلاقي ما بين كل موجة عياط والتانية الطفل احنا بنقول بيتشحتف أو أنتم بتقولوا بيتشحتف هو بيعمل كده علشان يعرف ياخد نفسه علشان يعرف يتنفس تمام وبرضو في حاجة مهمة أوي أنه بيكون مفاجئ على فجأة كده يعني تلاقي الطفل هادي وقاعد في أمان الله فجأة عيط بكاء الجوع لا بكاء الجوع بقى اللي هو الأولاني تلاقيه يبتدي هادي كده وبالتدريج بالتدريج ما بيزدش كمان في الصوت قوي بس تلاقيه بالصوت كده واطي يعني أو منخفض شوية يعني يبتدي يعلى شوية بشوية بكاء الألم كمان بيتماس بحاجة إذا كان الألم ده نتيجة المغص والمغص ده قولنا مغص يعني بعد الشر مثلا إمساك أو بعد الشر يكون غازات أو كده ممكن تلاحظوا ركفة أو رعشة في بطن الطفل لو إحنا بنغير له على حاجة تلاقوا بطنه بتعمل زي إيه كده بصوا بتعمل إزاي كده وتلاقوا واخد رجلين حيط بطنه يعني بيرجع رجلين حيط بطنه فنعرف ونتأكد إن ده بكاء الألم تمام كده جاوبنا على أول سؤال وألف سلامة طبعا على بنت حضرتك ندخل على السؤال الثاني السلام عليكم لو سبحت يا دكتور ابني عمره سنتين أهلا وسهلا والحد دلوقتي ما تكلمش حلو وديته عند دكتور تخاطب فبيقول إن ده يعني حرمان بي إيه وعنده الطفل ده برضه عنده الخصية المعلقة وقلت أعمله العملية الدكتور قال لي المفروض لما يكمل ثلاث سنين هل كده مفيش خطورة عليه يعني هو طبعا الطفل عمره سنتين تمام طبعا أنا فيه أخطاء بسيطة كده الهوية بس أنا إيه يعني مستنتجة على طول يعني الخصية مثلا مكتوبة غلطة أو كده طيب مبدئيا هو عمره سنتين مش متأخر في الكلام مبدئيا يعني تمام بس حضرتك أو حضرتك صح أصحاب السؤال سواء أم أو أب أو لتنين عملتوا عين العقل إنكم روحتوا لدكتور تخاطب هو طبعا دكتور تخاطب مش تخاطر تمام كده بس أنا عايز ألفت نظركم لحاجة مهمة قوي وكل الناس دلوقتي اللي عندهم أطفال في العمر ده يركزوا معي قوي فيه فرق كبير قوي ما بين طرق تعبير الطفل يعني إن الطفل بيبقى بيعبر هقول لكوا إزاي اللوقتي ونطق الطفل ده للحروف أو الكلمات هقول لكوا إزاي يعني إن الطفل يعبر عن مثلا إنه هو شبطان في حاجة هتلاقوه هو يزرق ويمسك ويمسك هو كاب يعبر لما يبقى متدايق من حاجة هتلاقوه بيعبر لما يبقى مفسوط من حاجة هتلاقوه بيعبر فهمته قصدي فيه فرق ما بين عدم قدرة الطفل على التعبير ودي حاجة خطيرة جدا بس هي في السؤال ده الحمد لله مش موجود وعدم نطق الطفل للحروف أو الكلمات لأ فيه فرق شاسع لأنه نطق الأولى مبدئيا فهم الطفل لمعانا الكلمات أهم بكتير قوي من نطقها كده كده هينطق طالما السمع كويس لما روحتوا للدكتور بقى قال لكم مصطلح اسمه الحرمان البيئي وأدعو من الله يعني زي ما كنتوا كده حضراتكم عندكم وعي روحتوا للدكتور بتاع التخاطب المتخصص في أمراض التخاطب هو تخصص محترم جدا يكون شرح لكم يعني إيه حرمان بيئي وأنا بشرح لكم وبشرح لبقية الجمهور اللي بيسمع معانا الحلقة وبيشوفها الحرمان البيئي ببساطة هو وجود الطفل في بيئة تمنع إجباع حاجات أو متطلبات الطفل اللغوية المنع ده بيكون كافي للدرجة يعني منع بطريقة كافية للدرجة اللي تخلي الطفل ده غير متمكن من معرفة الأشياء المحيطة به وبالتالي التعبير عنها يعني الطفل أصلاً في حالة الحرمان البيئي بيكون مستقبل فقط خلاص؟ وفي أغلب الأوقات بيبقى مش عارف أسامي الحاجات أو استخداماتها من أهم الأسباب اللي تعمل موضوع الحرمان البيئي ده إنشغال الأم والأب عن الطفل وإن الطفل ده يبقى متساب ترك الطفل يعني على طول كده أو معظم الوقت للتلفزيون أو التابلت أو التليفون فاكرين زمان عملنا حلقة مهمة قوي فيه كأن عملت مشاهدات بالملايين الموضوع ده لما قلنا إنه أحياناً التليفون الأطفال تلاقيهم مسكين التليفون على طول والأهل يوم بيستسهلوا يقولك عشان ما بيشبطش ما يشبطش وما يوجعش دماغنا أو تلك فسايبين له التليفون أو سايبين له تابلت أو كده فتلاقي الأطفال دي تتأخر في الكلام أيوة ده الطفل ده كده عنده علامة أو عنده يعني ملبح من ملامح الحرمان البيئي الحرمان البيئي كمان ممكن ياخد شكل عدم اختلاط الطفل بأطفال تانية وده بيحصل لما الطفل ما يروحش الحضانة في السن اللي يسمح بكده وقلت لحضراتكم قبل كده وبكرت إن مرواح الطفل للحضانة مش مرتبط إن حضرتك كأم تكوني أم عاملة لا ممكن تكوني سيدة منزل أو رب تمنزل وابنك برضو يروح الحضانة هو لازم يروح الحضانة وطبعاً المعادل المثالي إنه بعد نهاية السنة التانية ده بيساعد جداً على تنمية مهارات الطفل اللغوية والاجتماعية فالطفل اللي ما بيروحش حضانة في السن المناسب أو إنه ما يشوفش الناس يعني ما بيخرجش وما يشوفش الناس الطفل ده يعاني من الحرمان البيئي وبالتالي أتأخر من الكلام الطفل اللي بيعاني من الحرمان البيئي هو طفل طبيعي يا جماعة في الأساس يعني طبيعي في تطور الحواس والمهارات لكن كل الموضوع إنه موجود في بيئة أو ظروف غير محفزة على التطور اللغوي يعني ببساطة تدارك الأمر وإصلاحه لما سمعنا بقى هو نبتدي بقى ننفذ ما يبقاش الطفل ده في بيئة أو موجود في بيئة محروم لغوياً من التواصل وإنه يتعلم وإحنا نقوله أسامي الحاجات وكده لما ده نعكسه أو نعالجه هيخلي الطفل ده الظروف دي هتخلي الطفل يتكلم عادي جداً الجزء الأخير بقى من السؤال أما في موضوع الخصية المعلقة فالمفروض إنه حسب الأراء الطبية يعني معظم الأراء قالت إنه إحنا مفروض ما نتجاوزش نهاية العام التاني تمام هو في السؤال قالت إنه الدكتور قال عمله العملية بس بعد نهاية السنة التالتة أغلب الأراء الطبية قالت بعد نهاية العام التاني خلاص لكن يبقى القرار النهائي على ذمة أو على مسئولية الدكتور اللي شاف الطفل فعلاً واللي قرر المعدة تمام وطبعاً برجع وأقول إن التخصص المسئول عن علاج الخصية المعلقة هو وتخصص جراحة الأطفال وليس تخصص الأطفال أو الجراحة العامة في تخصص كده معتبر اسمه جراحة الأطفال عشان كده نصحتي أخذ رأي طب تاني يعني رأي طب تاني يعني في موضوع الخصية المعلقة إحنا سمعنا من الدكتور نشوف دكتور تاني متخصص برضو في جراحة الأطفال إذا قال لنا نفس الكلام خير إنما إذا كان عنده رأي تاني اللي هو وجاهة نسمعه خلصنا كده الجزء الأول من حلقة النهاردة وجاوبنا فيهم على أول سؤالين إن شاء الله هنسرع بقى إقاع الإجابة شوية عشان نلحق ناخد أسئلة كتير هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية ورجعنا لحضراتكم في يحكى أنه حلقة النهاردة حلقة الأسئلة والحلقة الجاية كمان حلقة أسئلة علشان حضراتكم بطت بستو وكل اللي بعتلنا أسئلة ما يزعلوش ولو إن إحنا طبعا استحال نجاوب كل الأسئلة ولكن بنختار كده بشكل عشوائي أسئلة وبنبقى يعني بيكون في حرص إن الأسئلة طبعا ما تكونش مكررة عشان نغطي أكبر قدر من الموضوعات السؤال الثالث دكتور لو سمحت أنا بنتي عندها خمس سنين وشهرين أهلا وسهلا وأنا نفسي أنم فيها عزة النفس آه ده موضوع حلو ده ممكن حضرتك توجهني أتعامل إزاي خاصة أني موجودة في مكان المستوى المادي أعلى مني وهي بتشوف مغريات كتير وبتبقى مشغوفة أو عندها شغف جامد بيها وأنا مش حبة كده اتكلمت معاها وقلت لها لما تحبي حاجة قوليلي وأنا لما يكون معايا فلوس هجبها لك على طول عشان أنت حبيبتي مش عارفة أنا كده صح وإزاي يعني أعلمها من غير ما تحس بنقص ممكن حضرتك تفيدني ربنا يبارك في حضرتك ماشي تمام أولا أنا بقولك بقى ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في بنتك كمان يعني يبارك فيك بجد ليه بيبدء كده أن الوعي بأي مشكلة لما يبقى عندنا وعي بالمشكلة هو أساس الحل يا ما فيه ناس بيبقى عندهم مشاكل بس هم عامل الله يا إما حالة إنكار يا إما هم مش داريانين بيها زي ما بيقول إنما لما يبقى حد عنده مشكلة ده مش عيب ده ده نص طريق الحل أو أكتر خلق بقى عندنا وعي إيه هي المشكلة طيب بالنسبة للموضوع اللي إحنا سمعناه ده أو السؤال اللي حديدك بعطيه هل الموضوع ده مشكلة؟ الإجابة أيوة الموضوع ده مشكلة اللي إحنا سمعناه ده مشكلة مشكلة كبيرة كمان لأن المجتمع كله أو أغلبه يعني أولا بقى يحفز على النمط الاستهلاكي الغير منضبط إنت جبت إيه ده إنت ما جبتش ما غيرتش تليفونك بقاله كتير إيه ده وأنت إنت جايبها لبنتك اللعب ما جبتلهاش لعب وبتلعب بألعب أخوها أو ده الأخ ده بيلبس حاجات إحنا شفناه على اللبس ده شفناه على أخوك كبير اللي فارق بينهم سنتين المجتمع يعني مش عايزة أقول للناس يعني بقوا ميدخلوا في اللي ملهمش فيه لأ بقوا ميدخلوا على فكرة الاستهلاك الاستهلاك وده حاجة غير منضبطة طبع ده أولاً عشان كده ده مشكلة الموضوع ده ثانياً كمان لأنه كتير قوي من الناس والناس الكبار هنا بقى الاسم مش الكبار اللي في السن لا الكبار اللي هم الأدلت يعني اللي هم مش الأطفال يعني كتير من الناس وبالتالي أطفالهم بقوا ميحكموا على قيمة الإنسان أو البني آدم من خلال معايير مادية بحتة طيب نرجع للسؤال هل حكاية الوعد اللي حضرتك أو للأم قالتها البنتها دي أقولي لي على الحاجة اللي أنت نفسك فيها وأنا لما يبقى معايا فلوس هجبها لك عشان أنت يا حبيبتي يعني ده كان السؤال كده هل حكاية الوعد دي صح ولا غلط تفتكروا أنتوا إيه الإجابة أنها غلط الحقيقة يعني يعني حضرتك ليك كل الاحترام والتقدير أنك منتبهة وبتبعتي فعلا يعني تسألي على حاجة شديدة الأهمية وده يدل على وعي حضرتك الكبير كأم لكن التصرف غلط الإجابة دي غلط هقولكوا ليه أولا لأنها بتؤكد على المعنى اللي لسه بنقوله وهي أن القيمة في الأشياء يعني الأشياء دي اللي هي نفسها فيها البنت فعلا لها قيمة كبيرة وقد تكون ليس لا قيمة على الإطلاق على فكرة يا تمام وإن مشكلتنا إحنا إننا مش عارفين نجيبها أو مش قادرين نجيبها للطفل وده غلط ثانيا لأن التفكير بالطريقة دي بعيد تماما عن جوهر التربية الحقيقي يعني الجوهر الحقيقي للتربية ما كانت الأم والأب يا جماعة عند طفلهم أو طفلتهم بتقاس بحاجات تانية خالص مش بإن إحنا جبنا له إيه بتقاس بالحب إحنا بنحبه قد إيه والعطف والاحترام والتشجيع وإن إحنا نكون قدوة حسنة له وإن إحنا نكون سند للطفل ده أو الطفلة دي وإن إحنا ننصحهم وإن إحنا نعلمهم ونعلمهم كل حاجة في الدنيا وغير كده هي دي قيمة الأمومة والأبوة مش إن أنا جبت لابني لعب ولا جبت لابني لبس ولا جبت لابني إيه لا قيمة حضرتك وحضرتك كأم أو كأب بتقاس باللي إحنا بنقول عليه ده يعني مش بالقدرات المادية ولا حتى بقى بحجم إنجازات الأب ده ولا الأم ده يعني حجم إنجازاتهم في الحياة شفت بقى يا ابني أنا عملت إيه في حياتي عشان تبقى فخور بي خالص خالص يا ما ناس عامل بسيط في أي مجال قادر إنه يكون أحسن وأهم وأعظم أب لولاده في نظر ولاده وتكون دي الحقيقة ويا ما ناس يعني يكونوا عندهم يعني بسطة في الرزق وعندهم ثراء وعندهم فلوس أغنية يعني وبالنسبة لولادهم مش قدوة حسنة وده يطلع ولاده الأولان يطلع ولاده زي الفل والتاني يطلع ولاده متعثرين في الحياة وفي التعليم وهكذا فيه فرق كبير أو يا جماعة يعني ما بين الغنى والثراء وده والله مش كلام فلسفي والله مش كلام فلسفي أنا مرة من المرات حصل معي الموقف ده يعني كنت في ظرف مهني يعني معين وكنت قاعد مع حدي يعني وكان يعني بنتكلم في شغل وحاجات زي كده وهو يعني تصور وأنا ما كنتش عايز يعني الموضوع ما كانش ملائم يعني لي فهو قال لي يعني أنا ممكن يعني نزود الفلوس يعني وكده ويعلم الله سبحانه وتعالى أني في الوقت ده يعني يعني ويمكن ما زل يعني ما كانش الواحد عنده أنا بحكي لكم حكاية شخصية والله بشاركها معاكو يعني فقلت له يعني قلت للصديق اللي هو قال له كل الاحترام ده يعني قلت له أنا غني ولسته ثري يعني هو بقلت له لأ فقال لي يعني أنت إيه أنت مش عايز فلوس قلت له لا أنا غني فدحك قلت له آه أنا غني بس مش ثري غني من الاستغناء وده مرة تانية والله ما كلام فلسفي الغني هو اللي بيستغنى عن حاجات كتير قوي الثري ده آه ثري بقى بأموال وأطيان وممتلكات ربنا يا ربي يدي للناس كلها كل حاجة حلوة لكن الغني ده غني ممكن يا مناس يعني بيبقى غناهم في قلبهم وغناهم في حياتهم وغناهم في كرمتهم وغناهم في مسلكهم في الحياة واختياراتهم الصائبة المواقف اللي زي دي يا جماعة مش الموقف بتاعي المواقف اللي هي اللي احنا بنقدمها لولدنا كقدوة حسنة هي اللي بتصنع جودة التربية يعني أنا عايزك تعودي كده مع بنتك وتقول لها الحاجات اللي انت شايفاها دي بجد بقى مش لازم تدمر لها يعني الصورة بس بجد وبموضوعية تبتدي تنقشيها في أهمية الحاجات دي وإيه انعكاسها علينا وإيها هي مهمة ليه أو انت ليه بتبصيلها أنا عارف الأطفال لسه ما عندهمش القدرة على التمييز بس المفروض ان دي شغلتنا احنا بقى ككبار وخبرتنا ما نشاركش بقى الأطفال يعني ما يبقاش الطفل نفسه في حاجة فاحنا بقى نبقى بنكتفي بالحصرة وان احنا نقول ما عندناش المقدرة لا مين قال ان احنا ما عندناش المقدرة انت عندك المقدرة انك تشرحي لبنتك وتحبيها وتلعبي معها يا ما ناس بيجيبوا ألعاب لولدهم وتلاقي الطفل ده مش لاقي حد يلعب معه ويا ما أباء وأمهات بيعودوا كده يجيبوا ورقة ويعودوا يعملوا مركب ويعودوا يعملوا مش عارف ايه ويعودوا يرسموا مع بعض وتلاقي الطفل في منتهى السعادة صح ولا غلط التربية هو ده جوهرها يعني عشان كده أنا بقول لكم في حالات المقدرة المادية يعني لازم نفكر كمان ان احنا كمان لما يبقى عندنا مقدرة مادية وربنا يعني موسع الرزق يعني المادي لان مش كل الرزق فلوس لازم كمان نعلم الطفل مبادئ الاعتدال في السلوك وانه عنده ثقافة التواضع ومزايا الاستغناء عن كل ما هو سطحي وغير ضروري لازم احنا اللي نقول لولادنا كده ما نبقاش لا ده لا بخل ولا ان احنا نبقى بخة لا ولا ان احنا بنبخل على ولادنا خالص ده دي الموضوعية ودي الحاجة الحلوة خلاص الحاجات دي يا جماعة هي اللي بتأثر في حياة الأطفال يعني بتأثر في حياتهم طول عمرهم مش في مرحلة الطفولة وبس تمام ندخل على السؤال اللي بعده لو سمحت انا ابني عنده سنتين ومش بيتكلم برضو اده زي السؤال التاني بس ممكن يقول وهو بيلعب مثلا نانا تاتا واوا ماشي لكن مش بينادي علينا ولا بيقول بابا وماما ولما بيكون عاوز حاجة بيشدنا ناحيتها كشفت الابني عند دكتور تخاطب قال لي ان لسانه مربوط تمام ومحتاج عملية كشفت عند دكتور اطفال قال لي محتاج دكتور مخه اعصاب ممكن اعرف انا اكشف له تخصص ايه فيهم جراحة ولا مخه اعصاب مع العلم ان ابني مش بيختلط باطفال غير اخواته الاثنين وبيعود قدام التلفزيون والتليفون طيب هو مبدئيا مبدئيا يعني رأي طبيب التخاطب هو لصح مليون في المية لانه في سبب قدامه هو لما قال ان الطفل عنده حالة ربط اللسان ودي حالة خلقية يعني الطفل بتولد بيها ودي بتأثر على عدم القدرة على الكلام ودي بالمناسبة التشخيص الطبي للحالة دي اسمها انكيلو جلوسيا انكيلو جلوسيا تمام ده ده التشخيص الطبي مناش دعو بيها خلاص كده من تكونش انتو دعو بي الانكيلو جلوسيا دي حالة مرضية اللي هو اللسان المربوط اللسان المربوط مش سقف الحل المفتوء لا 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 ده اللسان بيبقى مربوط دي حالة مرضية منذ الولادة دي بتعيق أو بتعوق يعني حركة اللسان وبتسبب صعوبة في الرضاعة وبتسبب صعوبة في الأكل بعد كده وبتسبب صعوبة في الكلام وبتأخر الكلام زي الحالة بقى اللي احنا شفناه الوقت في السؤال وبيكون في صعوبة في رفع اللسان الى صف الأسنان العلوي أو ان اللسان يتحرك يمين او شمال يعني من جنب الجنب وفي صعوبة في اخراج اللسان لبر chopak ولما اللسان يخرج لبر بيبقى عامل زي ما يكون قلبي كده يعني خلق لأنه بيقع فيه حاجة ربطاء لما الطفل بيحاول ونقوله طالع لسانك برة بنلاقي إنه هو زي ما يكون معقود كده يعني زي ما يكون عامل شكل قلبي كده الحالة دي على فكرة ممكن تكون وراسية بالمناسبة يعني يعني ممكن يكون الأب أو الأم مروا بحاجة زي كده وممكن لا بس فيها جانب وراسي والحالة دي بتصيب الولاد أكتر من البنات خلاص وبتعمل لو تركت بدون علاج ودي بقى الخطورة لو تركت بدون علاج بتعمل مشاكل في النمو وده نتيجة زي ما قلت إنها بتكون فيه صعوبة في الرضاعة وصعوبة في الأكل وممكن تعمل ألم شديد كمان في ثدي الأم إذا كانت الرضاعة طبيعية لأن الطفل عشان يرضع ما بقاش عارف يرضع فبيعض كده بطريقة معينة بتبقى مؤلمة جدا للأم وزي ما قلنا بتعمل صعوبات في الكلام وتعمل صعوبات كمان تحديدا في حروف محددة زي حرف الته التاء وحرف الغين وحرف الدال وحرف الذال وحرف السين وحرف الث وحرف الر وحرف اللام وكمان بتسبب سوق نظافة الفم لأن بيكون فيه صعوبة في إزالة بقايا الطعام من الأسنان وبرضه بتسبب التهابات اللثة وبتسبب فجوة أو مسافة ما بين الأسنان الأمامية السفلية الحل ببساطة شديدة جدا زي ما دكتور التخاطب الله يكرمه قال لحضرتك عند تخصص جراحة الأطفال وعملية في منتهى السهولة في منتهى السهولة لو أنا بنصح حضرتك أنك تعملها على طول زي ما دكتور التخاطب كده قال لحضرتك هو عايز دكتور جراحة أطفال فورا ننتقي كده ونسأل على حد كويس ونروح لدكتور متخصص في جراحة الأطفال أو أي مستشفى جامعية فيها طبعا التخصص ده إجراء الجراحة دي سهل قوي تمام؟ عشان الطفل لو اتأخرنا أكتر هيكون عنده مشكلة في كلامه يعني كلام هيتأخر أكتر باقي السؤال بقى حكاية أنه ما بيشوفش حد غير إخواته أو بيقعد قدام التلفزيون ده زي السؤال التاني اللي احنا لسه متكلمين عنه وجبنا فيه سيرة الحرمان البيئي تمام؟ خلصنا كده الجزء التاني من حلقة النهاردة هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم حلقتنا الأولى من حلقات الأسئلة لأن دي الحلقة دي والحلقة اللي جاية يحكى أنه مازال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم في القسمة الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة حلقة الأسئلة واللي استثنائيا عملناها في بداية الشهر وخصصنا هذه الحلقة والحلقة القادمة لأسئلة حضراتكم وإن شاء الله بقى الحلقة التالتة يعني اللي هي بعد اللي جاية هتكون إن شاء الله هي آخر حلقة لنا مع حضراتكم قبل شهر رمضان المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين وأكيد هنتكلم فيها عن حاجات تخص هذا الشهر الكريم يلا نرجع للأسئلة على طول السؤال بعد كده السلام عليكم لو سمحت يا دكتور ابني شهر ونص وعايزة أدخله رضع صناعي بالليل عشان مش بينام يعني حضرتك اللي عايز تمام مش تمام يعني يعني أنت اللي عايزة مش جهة طبية اللي قالت لك وبيفضل يعيط حضرتك تنصحني بإيه طيب فاكرين السؤال الأولاني خالص لما قلنا فاكرين الطفل اللي عنده شهر ونص قلنا الوزن المتوقع الوزن المتوقع شهر ونص قلنا إيه فاكرين السؤال الأولاني 1200 جرام يعني كيلو ومتين جرام بنحطهم على وزن الولادة عشان نعرف الطفل دا اللي عنده شهر ونص وزنه قد إيه من الوزن المثالي قد الوزن المثالي المتوقع ولا أقل ولا أكتر وقلنا الحزبة دي بتحصل إزاي 200 جرام كل أسبوع والشهر أربع أسابيع فالطفل عنده شهر ونص يعني ستة أسابيع 200 في 6 بـ 1200 أو كيلو ومتين جرام طيب مبدئيا قرار إدخال رضعة أو رضعات صناعية هو قرار طبي وليس قرار انطباعي من حضرتك بمعنى إن حضرتك ممكن تقولي أنا حس أنه هو مش بيشبع أنا حس أنه هو بيعيط أنا حس أن لبني أو رضاعتي له مش كافية أنا قالولي إنه هو صغير عن حجمه أنا قالولي الانطباع مهما كان مصدره حتى لو كنت حضرتك كأم في أقرب بقى للطفل ده من حضرتك في الكون كله أنت أقرب إنسان له على وجه الكرة الأرضية انطباع حضرتك شكرا احتفظي بانطباعك لنفسك إذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك رأي طبي ودليل طبي يؤكد احتياج هذا الطفل لرضاعة صناعية تكميلية يبقى كلام حضرتك وإحساسك وشعورك ويعني ملاحظاتك آسف يعني في إطار التخيلات وفي إطار الانطباعات مش إحنا بنقول الانطباع الأول لا الانطباع ده بعد كده بقى في حاجات اجتماعية أو بتاعه إنما فيما يخص الطفل الحكاية مش بالانطباعات الطب مفيهوش انطباعات الطب فيه تشخيص الطفل ده وزنه قد إيه بيحقق معدل النمو اللازم له ولا لا خلال محتاج ياخد على طول رضاعة والدكتور هيقولك على طول تمام كده طيب قلت يا حضرتك أسان عايزة تديله رضاعة صناعية في السؤال قلت عشان مش بينام طب ما هو فيه أسباب كتيرة قوي يخلي الطفل ما ينامش ده فيه حاجة اسمها مقلقات النوم مقلقات يعني اللي هي حاجة بتقلق من القلق يعني مقلقات النوم الداخلية والمقلقات الخارجية هو إيه المقلقات الداخلية والمقلقات الخارجية هقول لكو برضو احنا بالصدفة في نفس الحلقة فاكرين لما كلمنا عن أسباب البكاء برضو في أول حلقة وأنواعه لما قلنا فيه بكاء الجوع وبكاء الغضب وبكاء الألم فاكرين طبعا واللي ما شافش أو اللي عايز يسترجع تاني ارجعوا لوسائل التواصل وارجعوا لليوتيوب هتلاقوا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده موجود تمام المقلقات الداخلية على رأسها الجوع إن الطفل يبقى جعان فمش هيناموا جعان صح كده؟ تمام عنده مغس أو عنده جزيات زي برضو ما جبنا السيرة دي في السؤال الأولين خلاص كده أما إيه المقلقات الخارجية المقصود بالمقلقات الخارجية أو المقلقات الخارجية هي ليس لها علاقة كل ما لعه علاقة بخارج جسد الطفل أو خارج جسمه يعني إيه؟ يعني مثلا الطفل عايز يغير الطفل عايز يغير مش مرتاح عايز يغير الطفل لابس حفاظة دياء عليه ما فيه أحيانا أو الطفل لابس حفاظة أنت ربطاها جامد قوي فأنت بس الحكاية كلها أنك تختاري بقى المقاسي المناسب حسب الوزن خلاص فالطفل لو ربطاها قوي أو يعني عاملة اللازق بتاعها قوي دايق للطفل ويدايقه الطفل ما ينامش لو الدنيا ظلمة جدا ما ينامش الطفل ما ينامش لو الدنيا نور جدا الطفل ما ينامش لو الدنيا دوشة والدوشة دي مش من وجهة نظركو يعني ما تقولوش إيه ما إحنا مشغالين تلفزيون بصوت واطي لا اللي يزعج الطفل الصغير ده الدوشة الصغيرة برضو ده فيه بقى ناس كمان يبقى مثلا منايمين الطفل وجنب منه مثلا شباك ولا حاجة والشباك ده مقفول صعيب بس فيه أصوات عربيات ومش قصد يعني إن إحنا هنقول طبعا هنروح فين ننطقي أكتر مكان هادي قدر المستطاع إن إحنا عشان الطفل ما يحسش بالدوشة والدوشة دي ممكن تبقى كلامنا إحنا شخصيا على فكرة يعني صوتنا إحنا عامل دوشة تمام؟ دي كلها المقلقات الداخلية الخارجية الملابس بتاعت الطفل ديقة عليه شفتوا فيه كم كم حاجة كل الأسباب دي حاجة منها أو أكتر تخلي الطفل ما ينامش فهمتي قصدي؟ طيب السؤال اللي بعده صباح الخير أو مساء الخير يعني حسب طبعا توقيت إرسال السؤال لو سمحت بنتي أربع سنوات هو غلط أشربها لبن الصبح واتنام تاني طيب هو طبعا أربع سنوات أنا بقى بسأل هي ليه تنام تاني؟ يعني هي طفل مفروض بيصحى من نوم الصبح بيصحى فليه تنام تاني؟ هو ده يعني أول سؤال وليه اللبن بالتحديد؟ يعني ليه عايزة تشربها لبن واتنام تاني؟ وبرضو هزود في الأسئلة طريقة إعطاء اللبن دي عاملة إزاي؟ هل بنشربها اللبن في كوباية ولا في ببرونا؟ لأنها سنها كبير يعني أربع سنين مفروض بقى خلاص سيبنا الببرونا دي من زماني عايزة أقول لحضراتك بس حاجة مهمة قوي أنه ممكن يكون السبب أنا بتخيل بقى لأنه معلومات مش كافية في السؤال فممكن يكون السبب أن الطفلة دي مثلا بتصحى وبعدين تنام تاني عشان ما خدتش كفايتها في النوم فأنا عايزة أكلمكم عن مساوئ عدم انتظام النوم الليلي عدم انتظام النوم الليلي يعني لو النوم الليلي دا مش منتظم سواء في الموعيد يعني بنلخبطه إحنا أو في الوقت الكافي يعني الطفل ما ينامشي كفاية النوم يا جماعة المضطرب أو النوم الأوليل أنا كل دا بتكلم عن النوم بتاع بالليل ما لنجدعو بالنوم الظهر دا خالص بيأثر سلبيا على حاجات مهمة جدا في جسد الطفل أو في صحة الطفل بيأثر على جهاز المناعة عدم انتظام النوم أو عدم كفاية النوم يؤثره سلبيا على المناعة يؤثره سلبيا على الهضم جهاز الهضمي ما يشتغلش كويس يأثره سلبيا على الحالة المزاجية بيبقى فيه سوء للحالة المزاجية طفل يقوم مزاجهم قريف عامل زينا بالضبط زي كبار لما ننام قليل ونقوم كده بنبقى مقريفين ومتدايقين دا كمان عند الأطفال بيكون في حاجة ملحوظة نقص مهارات التناسق يعني إيه؟ يعني تلاقي الطفل اللي مثلا بيلعب بحاجة أو بيجيب حاجة تلاقي مش عارف يركبها كويس أو بيخطئ الحاجة ييجي يمسك الحاجة الحاجة تقع منه خلق دي بتبنقى نعرف على طول أن الطفل دا بينامش كويس بالليل كمان من ضمن العلامات بتاعة عدم انتظام النوم أو اضطراب النوم الليلي الإرهاق السريع أن الطفل دا يتعب بسرعة بخلاف كمان أنه ممكن يكون فيه لقدر الله يحصل مشاكل في النمو في النمو لأن هرمون النمو هرمون النمو ودورة حرق الغذاء اللي هي الميتابوليزم خلاص يعني هرمون النمو دا بيفرز بالليل بيفرز وإحنا نايمين وأنا بكلم هنا على الأطفال الصغارين دا غير كمان الكوابيس المتكررة عشان كده أنا بقول يعني عايز أقول كلمة لهواة الصهر ومعهم يعني الأطفال يعني فيه ناس بتصهر ويقولوا إيه ولادنا بقى يصهروا معنا طالما إحنا صهرانين يا جماعة دا غلط كبير قوي يعني غير أن حضراتكم بتضروا نفسكم وبتضروا صحتكم وإحنا عملنا حلقة قبل كده وقلنا فيها دراسة عن مساوئ قوي الإفراط في الصهر أو قلب اليوم كمان إن فيه ناس بتقلب اليوم أنا كمان بتكلم على إن فيه ناس ممكن الموضوع يزيد بقى معاها ويقلبوا اليوم دا غلط كبير جدا جدا أنتوا سمعتوا دلوقتي مساوئ اضطراب النوم أو تأخيره أو عدم كفايته على الأطفال حطوا بقى نفس الكلام دا عليكم أنتوا ككبار بس أنا بقول أنتوا ككبار تعرفوا بقى مصلحتكم اللي عايز يعمل حاجة صحة اللي عايز يعمل حاجة غلطة يعمل هو حر إنما لما بدينا مسئولين عن أطفال المفروض إن إحنا بنوفر لهم الظروف كل الظروف اللي نقدر عليها عشان ما يبقاش في حاجة ضرهم فتخيلوا بقى بإحنا بندرهم في المناعة وبندرهم في الهضم وبندرهم في مهارات التناسق اللي هي معتمدة على الجهاز العصبي أصلا يعني حاجات كتيرة قوي بندرهم في حاجات ويبقى نجيب لهم كوابيس ويبقى عندهم سوق حلة مزاجية كل دا ليه؟ ما يناموا الأطفال تنام وإحنا كمان نبقى زيهم ننام بدري ونصح بدري تمام؟ طيب السؤال بعد كده لو سمحت عندي 3 صبيان عايز أعرف الوزن المناسب لعمره حلو واحد عنده 8 سنين والتاني عنده 7 سنين والتالت سنة ونص طيب هو مبدئيا احنا عندنا معادلة بنعملها بنعرف بيها وزن الأطفال هي معادلة تقريبية لكنها أقرب ما تكون أقرب نموذج للحقيقة يعني بس المعادلة دي شغالة لغاية عمر خمس سنين بس يعني خمس سنين أو على الأكثر قوي 6 سنين إيه المعادلة دي؟ المعادلة دي بتقول العمر بالسنين في 2 زاق 8 تمام؟ نقل العمر بالسنين في 2 زاق 8 يلا نقول يعني طفل عنده 3 سنين 3 سنين العمر بالسنين في 2 ب6 زاق 8 يبقى 14 العمر بالسنين مثلا 4 سنين العمر بالسنين في 2 4 في 2 ب8 زاق 8 يبقى 16 خلاص؟ نرجع بقى للطفل الأخير اللي هو عنده سنة ونص طفل سنة ونص يبقى نقول إيه؟ نقول العمر عند سنة العمر بالسنين سنة في 2 يساوي 2 زائد 8 عشرة يبقى الطفل اللي عنده سنة وزنه عشرة الطفل اللي عنده سنتين اللي عمر بالسنين في 2 زائد 8 يبقى وزنه 12 يبقى الطفل اللي عنده سنة ونص يبقى وزنه المثالي كام؟ 11 خلاص؟ ده بالنسبة للأطفال الصغارين أما بقى بالنسبة للأطفال اللي عندهم 7 سنين أو 8 سنين الوزن بيتحسب بطريقة تانية خالص بتحسب إزاي الأطفال الأكبر بتحسب بحاجة اسمها البادي ماس انديكس أو مؤشر كتلة الجسم وده عبارة عن الوزن بالكيلو جرامات هي معادلة كده برضو الوزن بالكيلو جرامات على مربع الطول بالمتر تمام على فكرة المعادلة دي هي أساس حساب الوزن عند الكبار كمان هقول لكم مثلا يعني مثلا الوزن بالكيلو جرامات يعني مثلا حد عنده هقول لكم إزاي دلوقتي يعني طفل مثلا وزنه تلاتين كيلو يبقى بنحط التلاتين فوق وطوله مثلا متر وخمسة وستين يبقى نحط كده نضرب واحد علامة عشرية خمسة وستين في واحد وخمسة وستين من مية يعني الطول تربيع الطول بالمتر مربع تمام كده الوزن على مربع الطول هيطلع لنا نتيجة خدوا بقى عندكم النتائج وطبقوها على نفسكم كمان حضراتكم ككبار ده دي الوزن بيتعمل كده هي دي الطريعة الصح إذا طلعت النتيجة إن احنا لما نقسم الوزن على مربع الطول بالمتر لو طلعت النتيجة ما بين تسعتاشر إلى أربعة وعشرين يبقى الوزن ده طبيعي عندنا من تسعتاشر طبيعي لغاية أربعة وعشرين وما بينهما طيب لو النتيجة طلعت ما بين خمسة وعشرين إلى تسعة وعشرين يكون فيه زيادة في الوزن إحنا هنا بنسميها إيه؟ أوفر ويت يبقى الطفل ده أو الكبير ده راجل أو سيدة شاب أو فتاة لو طلعت النتيجة بتاعة المعادلة دي من خمسة وعشرين لتسعة وعشرين يبقى عنده زيادة في الوزن طيب لو النتيجة طلعت من تلاتين لغاية تسعة وثلاتين يبقى عنده الشخص ده عنده سمنة اللي هي بنسميها أوبيزيتي حل؟ إذا كانت النتيجة فوق تسعة وثلاتين فده بقى تشخيص طبي دي حالة مرضية اسمها إيه؟ اسمها السمنة المفرطة موربيد أوبيزيتي تمام؟ دي حالة مرضية خطيرة طيب مش إحنا قلنا إن الطبيعي ما بين تسعة وعشرين طيب لو النتيجة طلعت أقل من تسعة وعشرين يبقى دي حالة مرضية برضو وهي النحافة النحافة الشديدة تمام كده؟ يبقى طبيق معادلة الوزن ده يا جماعة إن الوزن يعني هي دي المعادلة الصح ليه أنا بقول لكم الكلام ده لأن الناس كده تقول لك إيه؟ أصل أنا طولي 176 فلازم وزني يبقى 76 فيه طريقة كده انتشرت فترة كده ومتورسنها الأجيال يقول لك إيه؟ إن الوزن المثالي هو الطول لكن نشيل منه 100 ده غلط ده غلط زي ما قلتلكم حد يبقى طوله مثلا 165 سنتي فأقول لك أصل أنا لازم وزني المثال يبقى 65 ده كلام غلط الوزن عشان تعرف حضرتك وزنك مظبوط ولا لا نقسم الوزن على مربع الطول تمام؟ على فكرة انخفاض الوزن يعني طلع أقل من 19 ده خطر برضو يعني زي ما زيادة الوزن خطر قلة الوزن خطر وقلة الوزن كمان بتعمل مشكلة في القدرة على بازل المجهود الطبيعي لأنه بيكون أقل ما بيكونوش عارفين يبزله بقى مجهود الطبيعي مش المجهود الزائد يعني ده غير انه ممكن يحصل مشاكل في الهرمونات وقت البلوغ لو الموضوع ده عند الولاد أو البنات والحكاية دي الحقيقة بقت ملحوظة قوي هقولوكوا ليه بسبب حالة من الهوس كده عند كتير من البنات تحديدا انه هما يبقوا رفيعين قوي بالنحافة يقولك خايفين ندخن وفيه أمهات أحيان تقولك أصلا هي قابلة للتغن ما قابلة للتغن يعني لأ هي تحت سن البلوغ فما تدفعوش انتو الأمور إلى نحو انها ممكن تتضر الرشاقة حاجة كويسة جدا جدا خلاص بس بشرط زي ما قولنا تطلع نتيجة المعادلة الوزن على مربع الطول ما بين 19 و24 تمام كده طيب للأسف طبعا حلقتنا خلصت دلوقتي لكن احنا زي ما اتفقنا في بداية الحلقة هنكمل ان شاء الله حلقة الأسئلة الأسبوع الجاي مع حضراتكم هنكمل بقية الأسئلة حلقة الجاية مخصصة بالكامل للأسئلة واللي عايز يتفرج على الحلقة دي ويتابع أجزاء الموضوعات كلها اللي اتكلمنا فيها موجودة على وسائل التواصل أو على اليوتيوب تمام؟ هشوفكم ان شاء الله على كل خير في الحلقة الجاية يوم السبت الجاي تحياتي السلام عليكم اشتركوا في القناة